اشتركوا في القناة المصدر قال ان اربعة قتلى من قوات مجرم الحرب حفتر ساقتوا جراء القصف بعد اشتباكات اندلحت بين رتلل الثوار ومجموعات تابعة لمجرم الحرب حفتر نتج عنها سيطرة الثوار وتقدمهم في المنطقة موسيقى قال مصدر من مجلس شراء ثوار بنغازي نامدفعية المجلس استهدفت مركزات تابعة لمجرم الحرب حفتر بمحور القوارشة المصدر واكدان الاستهدفة اسفر عن تدمير عربتين حسكريتين واصابة عناصر من قوات ما يعرف بالكرمة اثناء محاولتهم التقدم صوبة مركزات الثوار واضف المصدر ان قوات مجرم الحرب حفتر تكثف قصفها منذ ايام بصواريخ الجراد بشكل عشوائي ما زاد من حجم الدمار بالمنطقة يشار الى ان قوات مجرم الحرب حفتر تكثف قصفها بالبراميل المتفجرة على محور الصابر تمهيدا لاقتحامه موسيقى قررت حكومة البرلمان المنحل رفع الحراسة المفروضة عن ادارة الاموال والممتلكات لبعض رموز النظام السابق في قرار بتاريخ السابع والعشرين من شهر ابريل الماضي ونشرته اليوم على صفحتها رسمية على الفيسبوك وقال نتيق باسم الحكومة اثني حاتم العربي في تصريح لاجواء نت ان القرار صدر بناء على مذكرة انقدمها وزير الحدل لمجلس وزراء حكومة اثني بين من خلالها عدم مشروعية الحراسة المفروضة على هؤلاء الاشخاص ومن بين الاشخاص الذين اشملهم القرار ورثة ابو بكر يونس جابر وورثة خيري نوري واحمد عون ومحمد جبهيل موسيقى دعت كتة السيادة الوطنية بمجلس النواب المنحل الوزراء المنحدرين من المنطقة الشرقية الى الاعتذار عن المشاركة في حكومة البهثة الاممية جاء ذلك في بيان صادر عن الكتلة يوم الاثنين حيث دح الوزراء المنتمين الى المنطقة الشرقية الاعتذار عن المشاركة في الحكومة المقترحة والاستجابة لما اسموها المظاهرات الرافضة للمجلس الرئاسي المقترح وحكومة الوصاية حسب نص البيانة واستنكر البيان الممارسات التي وصفها بالجهوية لمندوب ليبيا في الامم المتحدة ابراهيم الدباشي متهمة نياه بالاستخفاف بقرارات المؤسسات الشرعية التابعة لمجلس النواب المنحدة اكد رئيس الوزراء الايطالي ماثيو رينزي ان بلاده تعرضت لضغوطات من اجل التدخل العسكري في ليبيا مضيفا انها رفضت الاستجابة لتلك الضغوطات وفضلت اختيار طريق اخر واكلة واكل ايطالية نقلات عن رينزي قوله ان هناك ضغوط مرسة على حكومته على مدى شهور لتدخل في ليبيا مشيرا الى انه اصبح من المألوف الدعوة لذلك والى ارسال الطائرات للقتال في ليبيا يشار الى ان عددا من دول الاتحاد الاوروبي دعت في وقت سابق الى تنفيذ عمليات عسكرية محددة وارسال جنود الى داخل الاراضي الليبية ختم الموجز الى لقاء اشتركوا في القناة